اشتركوا في القناة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى مقاليد الحكم رفع فيها سموه إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أسماء يات التهاني والتبركات بهذه المناسبة الوطنية المجيدة أعرب سمو وزير شؤون الديوان الملكي في برقيته عن عميق فخره واعتزازه بما تشهد مملكة البحرين من خطوات متقدمة ومتسارعة على طريق التقدم والازدهار وبما تحقق من إنجازات ومكتسبات حضارية وتلموية شاملة بفضل تطلعات وتوجهات جلالته السديدة لقيادة مسيرة التحديث بالمملكة داعيا سموه المولى العلي القدير أن يديم على جلالة الملك المفدى موفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة ترجمة نانسي قنقر